السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم إلى درس جديد من دروس تحليل إحصائي باستخدام برنامج SPSS في هذا الدرس إن شاء الله رح نتناول تحليل إحصائي باستخدام الأنوبا أنوبا تستخدم ليش؟ للمقارنة بين متوسط أكثر من مجموعة كيف يعني؟ مثلاً أنا عندي أربع مجموعات من الطلبة كل طلبة أعطيت الدروس بطريقة معينة وبعدين جيت بدي أقارن هالمجموعات في اختلاف بمتوسط علاماتهم أم لا عندي مجموعة من الشركات مثل هذا المثال اللي عندي هون هذا المثال عندي ثلاث شركات A و B و C هالثلاث شركات في إلى أرباح شهرية رح أقارن في اختلاف بمتوسط الأرباح بين الشركات الثلاثة أم لا إذن اختبار أنوبا يستخدم متوسطات عندما يكون عندنا أكثر من متوسطين عندما يكون عندنا أكثر من متوسطين ومستخدم الأنوبا H0 دائماً اختبار الفرضيات H0 عندنا و H1 H0 المتوسطات متساوية H1 المتوسطات مختلفة عندنا هذا المثال A هاي أرباح شركة A عندنا ثاني شركة B هاي أرباح شركة B وعندنا الشركة الأخيرة C هاي أرباح شركة C أو الشركة دائماً تفعلنا حتى نحسن نطبق الاختبارات الحصائية لازم نعمل اختبار الطبيعية نشوف هالبيانات هل تتوزع وفق التوزيع الطبيعي أم لا حتى نعمل اختبار التوزيع الطبيعي Analyze Destructive statistics Explore رح نختار A اللي هو الأرباح الفاكتور اللي هو المجموعات A و B و C نحن نقوله أوكي طعاً أول شي كان لازم نختار الاختبار الطبيعي ما اخترناه ونجمع نعيد الشكل سريع Acceler Lots Normality Lots With Test ما في داعي للرسم Continue Continue إذن أول شيء نعطانا وصف سريع لكل متحول A هدا متوسط الأرباح لأله ال B متوسط الأرباح حطانا ومجالات الثقة وصف سريع خلال نصف A بشكل سريع متوسط الأرباح 92.67 تقريباً 95% من الأرباح بين 79.78 تقريباً و 105.56 إلى آخره هذا الشرح حطانايا لل A وال B وال C بعدين اختبار الطبيعي نحن نقوله أن البيانات تخضع على التوزيع الطبيعي لازم تكون قيمة المعنوية مثل ما أمر معنا بدروس سابقة أكبر من 0.05 طبعاً ملاحظ بكل هدول قيمة المعنوية هي أكبر من 0.05 أي أن البيانات تتوزع توزيعاً طبيعياً أعلياً مع أن توزيع البيانات التوزيع الطبيعي بإمكاننا نستخدم الانوضا one way ANOVA طريقة استخدام الانوضا analyze compare means one way ANOVA هون فو بالعمود الفواني رح ندخل A اللي هي الأرباح الفاكتور اللي هو group youtube هون عندي شي اسمه بوست hug هادي رح أختار lsd هلا رح نحكي لاش هادي الاختيار continue أوكي بالبداي هذا جدول ANOVA اللي بيعطينا ياه قيمة المعنوية صفر مع أنه قيمة المعنوية صفر أي المتوسطات غير متساوية ولكن وين الاختلاف ANOVA ما بيقول لي وين الاختلاف ANOVA فقط بيقول لي إما المتوسطات متساوية أو المتوسطات مختلفة من لاحظ أنه طلعت معنى المعنوية صفر مع أنه صفر نرفض H صفر ناخد H واحد أي أنه هو يوجد اختلاف ولكن هذا الاختلاف وين أي مجموعة عن مجموعة ما بيحدد لي لحتى نحدد من روحة البر هذا الاختبار هذا الاختبار بيقارن لي كل مجموعتين مع بعض هون بالبداية قارنني A مع B دائماً بس كانت المعنوية أكبر من 0.05 لا يوجد اختلاف أقل يوجد ولاحظوا أنه A والB 0.66 يعني أكبر مع أنه ما في اختلاف يعني A والB متوسطات ومتساوية بينما A والC 0 يعني في اختلاف الB والA طبعاً نفس الشيء إذا الA والB مختلفين يعني الB والA مختلفين نفس المعنوية منلاحظ يعني في اختلاف عفواً المتساويات الB والC 0 أي أنه متوسطات مختلفة الC والA مختلفة الC والB مختلفة يعني المتوسطات كلها متساوية ما عدا الA والB متوسطون غير متساوي نحن نكون وصلنا لنهاية الدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته